بسم الله الرحمن الرحيم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنها ذلك لمن خشي ربه الجنة حق أي ثابتة الوجود والله سبحانه وتعالى جعلها دار السلام للمؤمنين وهي موجودة الآن لها أرضها المستقلة والله سبحانه وتعالى جعل لها ثمانية أبواب من جملتها باب الريان الذي يدخل منه الصائمون هذه الجنة حري بنا أن نعمل لها وأن نشتغل وأن نسعى لنكون من أهلها فماذا أعددت لها؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر